السلام عليكم استرابت مصادر مقربة من قيادات الميليشيات الحوثيين أن زائم المتمردين عبد الملك الحوثي سيظهر اليوم الاثنين في العاصمة صنعاء لأول مرة كظهور علني على أتباعي آخر مرة ظهر فيها في دفن رفاة شقيقي حسين الحوثي في سعد عام 2012 وحسب مصادر إعلامية إن الصنفار أمني وحالة طوارئ غير مسبوقة تجريها الميليشيات الحوثية في صنعاء بالتزامن مع نشر قوات ومسيات وتشكيلات أمنية مختلفة تتبع المتمردين لتامين فعالية مولد النبوي وستترقل بظهور عبد الملك الحوثي خلال الاحتفاء بالمناسبة الدينية التي تعدها الميليشيات أعظم من حج بيت الله الحرام وتتداول باحتفاء منصات ومجموعة حوثية في تطبيقات ومنصات التواصل والتراسل الاجتماعي تأكيدات وتصريحات مقتضبة منصوبة لمصادر أمنية بما فيها مجموعة نشر معروفة تتبعها لجهاز أمن الوقائي والاستخبارات الحوثية المرتبط بالقياد ومسؤول أمني عبد الحكيم الخواني بشان مفاجأة عظيمة وحدث قرآني مرتبط بما تسميه الظهور أو وقت الظهور الأمر الذي فهم منه بحسب المتداول ظهور علني وحضور أول في فعالية مفتوحة أمام الناس لزعيم الكهف وكبير خدام إيران عبد الملك حوثي يذكر أن الحوثي عبد الملك يدير إمامته وولياته من مكان مجهول وغير معروف ويظهر فقط عبر شاشات ويتحاشى الظهور العلني ترجمة نانسي قنقر